إذن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ النفس وعلمنا القرآن ذلك وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إذن الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الأنفس بل جعل قتل النفس عمدا من أسباب دخول جهنم والخلود فيها والعياذ بالله سبحانه وتعالى وجعل القصاص كما ذكرنا في الشريعة الإسلامية عند القتل العمد وجعل الدية عند القتل الخطأ تشريعات فقهية كاملة قامت لحفظ النفس الإنساني بحفظ النفس الإنسانية بحفظ النفس الإنسانية يعصم الوجود من الغوغائية ينتزع معنى الحيوانية ومعنى حياة الغابة من هذا الوجود وتترسخ معاني القيم الإنسانية في بقاء الإنسان ولا تراق الدماء فحفظ الدماء إذن من مقاصد الشريعة الإسلامية رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وخاطب الوجود كله خطابا ممتدا إلى يوم القيامة خاطب الشباب وخاطب البيوت بوسائل حفظ النفس لتحقيق مقاصد الشريعة ومن أعظم هذه الوسائل التي رسخها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حفظ الأخلاق إذا ضاعت الأخلاق زهقت الأنفس وشاعت الجريمة وشاعة القتل وشاعة البغي القتال حتى في الإسلام لم يشرع ليكون المسلم هو من يبدأ لا بل هو في موقع المدافع عن نفسه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبقي النفس الإنسانية أشهر في وجه السيف صلى الله عليه وسلم وكان في موضع القوة ومن الممكن أن يفتك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أشهر السيف في وجهه رسول الله استراح في إحدى الغزوات استراح في ظل شجرة فجاء أعرابي وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستظلا بهذه الشجرة وقد علق سيفه في غصن الشجرة ورسول الله مستريح ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح في ظل الشجرة فأمسك الأعرابي السيف وأشهره في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تخرج من فيه ومن قلبه بجلالها وجمالها وهيبتها وفزعتها ففزع الأعرابي فسقط السيف من يده فأمسكه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهره في وجه الأعرابي وقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخر رسول الله في موضع القوة صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ قال أسلم رسول الله قال للأعرابي أسلم قال لا ولكن لك علي أن لا أعتدي على مسلم بعد اليوم فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلط سيفه على عنقه أو على رقبته إذن أرسل إسلام في ظل منهاج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم بقاء النوع الإنساني وحفظ النفس الإنسانية إذن لم يأتي الإسلام لإبادة الناس كما نرى من الصهاينة وغيرهم لم يرى أو لم يضع الإسلام معايير أو ضوابط حتى للغوغائية أو لم يشرع هذه الهمجية التي نراها من الصهيونية العالمية بل الإسلام دين الرحمة في ظل ما جاء به سيدنا النبي نبي الرحمة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين